خليني الأول أقول لك على صفحة من قلب القلب على الفيسبوك كوكي ميدو بتقول أنا حامل في آخر الرابع ونفسي جدا أكل في سيخ مع العلم أن الحمد لله ما فيش ضغط ولا زلال ممكن الإفادة فاطمة عبد الحي بتقول هل الفسيخ والرنجة غلط على الحوامل أو المرضعات رجاء الرمض آه ممنوع ممنوع ما فيش فسيخ مع الحمل والفسيخ خطورته مش بسيطة على الناس الطبيعيين ومع الحمل مفروض الأسماك اللي هي الغير مطبوخة اللي مدخلتش النار ممنوعها خالصا يعني الرنجة كمان تنضم لي للفسيخ؟ الرنجة أفضل إن إحنا بتاعد عنها ممكن ناخد بس أحسن لو كانت دخلت النار يعني طب في ناس بتاخد الفسيخ وبتحط عليه تحينة وبتحط على إيه وبتدخله الفرن هل ده أوكي كده؟ نعم برضو؟ نعم فسيخ ده مشكلة كبيرة وخطر جدا وبيعمل مشاكل يعني مش عايزين نزع على الناس بس يعني قد تؤدي للوفاة لو ما لحنهاش من الأسف السن الفاتد كان فيه حالات وفاة بسبب الفسيخ ده فسيخ فاسد يعني أي أكل فاسد ما هو حيسبب وفاة يا دكتور؟ أنا معاكي بس نسبة الفسيخ الفاسد نسبة مش قليل لأنه بيتعامل بطريقة غلط هي الطريقة هي الغلط هي سمكة مفيدة وصحية هي بولتي بوري أصدقى بوري ومفيدة وصحية ولكنها معمولة بطريقة غلط بتعتمد على يحصل نوع من أنواع التعفن يعني بتطبخ أو بتستوي بالعفونة بكتبت يا دكتور مش ده بجد بجد أه هي لازم تتحط وتتساب في درجات حرارة معينة وتساب لفترة معينة من غير ما تخش نهار خالص عشان تتحلل بطريقة معينة فتكتسب هذا الطعم طبعا بيتضاف لها ملح وبيضاف لها حاجات فطبعا هذه الأكلة في غاية الخطورة إحنا طبعا يعني عارفين أن الناس هتاكل هتاكل اللي عايز يقولها هيكلها وأنه ما فيش فايدة من الكلام اللي بنقوله فأتليست نبقى عارفين ناكل إيه معاها لو ضرتني بتضريني إزاي وألحق نفسي إمتى في أنهي مرحلة عشان لو حصل المشكلة الفضيع طب خديني أسألك أول سؤال إحنا عارفين الأملاح كترها خطر لكن في حالة الفيسيخ فيه ناس بتقول أن الملح الكتير في الفيسيخ أفضل لأنه هو بيقتل البكتيريا أو الوات أفر مش عارف اسمه إيه الحاجات الغلط اللي في الفيسيخ وفيه ناس بتقول له مثلا في سيخ عادب خالص ده بيبقى فعلا خطرته أكتر لأنه ما بيبقاش فيه الملح اللي هو في الحالة دي مفيد رأيك إيه في الجزئية دي؟ صح الملح لو كميته كبيرة هو بيقلل نمو البكتيريا اللي بتعمل المشكلة الكبيرة اللي بتطلع التوكسنز اللي اسمه البوتيولاينم توكسن دي اللي هي السموم آه السموم دي فإنما الملح نفسه خطر يعني يعني هو إحنا الملح نفسه مش صح لكن لما يكون الفيسيخ مملح أكتر يبقى أنا في أمان أكبر لأنه خطورة السم ده اللي هو البوتيولاينم ده أكتر من فكرة الملح أكتر من فكرة الملح بزاق تمام إحنا السمك اللي هو بتاع الفيسيخ ده بنكله وهو فيه كمية ملح كبيرة وإحنا عارفين أدراء الملح ممكن بنتكلم عنها بس المشكلة الكبرى في النوع السموم اللي بيبقى موجود لو تحللت السمكة بدرجة زيادة شوية لو كانت معمولة في صفيح مش في خشب لو كانت هو مفروض تبقى في خشب مش في صفيح مفروض تبقى في خشب أها لو كانت يعني متحللة لدرجة مثلا في وقت أطول مفروض بيبقى فيها النوع ده من السموم هو موجود موجود وده مايروحش بالفرن بالناس اللي بتسويه في الفرن لا مايروحش شكرا